نتابع صورة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أخذت له اليوم في سجن فولتون في ولاية جورجيا اليوم هذه هي الصورة التي أصدرها مكتب عمدة مقاطعة فولتون الصورة الرسمية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعني تبدو ملامح الغضب والحدة ظاهرة بشكل كبير على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه هي الصورة الرسمية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أخذت له اليوم من مقر سجن فولتون الذي قبع فيه لمدة عشرين دقيقة اليوم